ترأس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة اجتماع المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري بحضور كل من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت الفريق ركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعدت الفريق ركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان ومعالي لواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياساته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفندية والإدارية كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية وأثناء صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبدلها الأعضاء ومدير عام صندوق التقاعد العسكري كما وحدث على أهمية تظافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا حضر الاجتماع اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية واللواء إبراهيم عبدالله المحمود المدير المالي والعميد عادل عيسى الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالجهات المعنية